أمريكية لكل من يعارضها دائما جاهزة والعقوبات يرتفع سقفها يوما بعد يوم وآخرها كوزير الخزان الأمريكي ستيفن منوتشن والمتعلق بفرض عقوبات على أي ممتلكات لرئيس الفنزوالي نيكولاس مادورو على أراضي الولايات المتحدة يبدو أن فوز معسكر رئيس الفنزوالي مادورو في انتخابات الجمعية التأسيسية لم يرق للإدارة الأمريكية السيما أن ذلك يعطيه صلاحيات حل البرلمان وإعادة صياغة الدستور فكان رد الفعل الطبيعي هو فرض عقوبات جديدة على فنزوالي الرئيس مادورو اعتبر تلك العقوبات هي ردة فعل غاضبة لأنه وشعبه قد عصوا أوامر تعليق جمعية الوطنية التأسيسية فعقبوا على فعلتهم ولأنهم لم ينصعوا للأوامر الأمريكية ليفرضوا العقوبات التي تحل لهم فالشعب الفنزوالي قرر أن يكون حرا أنا مستهدف بعقوبات لأنني لا أنصاع لأوامر حكومات أجنبية من الطبيعي أن يتعرض النهج التحرري في أمريكا اللاتينية الذي ينتهجه الرئيس الفنزوالي لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستمتة من واشنطن لأحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك فروات نفطية هائلة ومحاولات الانقلاب على الرئيس الشرعي مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى ترجمة نانسي قنقر